اين الصحفي السعودي جمال خاشقجي؟ هذا هو السؤال الاكثر تداولاً هذه الايام وسط اتهامات يقابلها نفي المملكة اين كانت قنصليتها في اسطنبول اخر مكان دخله خاشقجي وقيل حينها ان الرجل لم يخرج منها فيما تصر الرياض انه خرج يتساءل هنا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اين صور خروجه من القنصرية الجواب السعودي بان الكاميرات لم تعمل ذلك اليوم يحث اردوغان المملكة مرة اخرى على الكشف عن صور كاميرات المراقبة في القنصرية هل يمكن ان لا يكون هناك نظام كاميرات في القنصرية؟ اذا حلق عصفور اذا خرجت بعوضة منها فان انظمة كاميراتهم سترصدها لديهم الانظمة الاكثر تطوراً شبكة تير تيا تركيا الناطقة بالانجليزية قالت ان السلطات التركية تشتبه بمجموعة من السعوديين قدموا الى اسطنبول في نفس يوم اختفاء خاشقجي مع احتمال مغادرتهم وبمعيتهم صور كاميرات المراقبة الموجودة في القنصرية الرئيس الامريكي دونالد ترامب وصف اختفاء خاشقجي بالامر الخطير وقال انه يريد معرفة الحقيقة من جانبه قال رئيس الحكومة البريطانية الاسبق توني بلير ان اختفاء خاشقجي مقلق للغاية لا يوجد ادنى شك في انه وضع مقلق للغاية كما اوضحت الادارة الامريكية والحكومة البريطانية اعلم ان السعودية قد اصدرت نفياً قوياً جداً لكن يتعين التحقيق في الامر لتوضيحه كما ينبغي فرضيات عدة حول مصير الصحفي السعودي تحولت الى مخاوف بالنسبة لخطيبته واقاربه وكثير من الناشطين والحقوقيين في العالم بعد اكثر من اسبوع على اختفائه تتدحر جكرة الثلج وتتكشف كل يوم معلومات جديدة قد يأتي الخبر اليقين والجواب الذي ينتظره كثيرون حول مصير صحفي غابت او غيبت صورته وقلمه وصوته اشتركوا في القناة